أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر صباح بالتقدم الراهني وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مضطرد وفي بيان مشترك أكد الزعيمان الحرص على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلا لا يتجزأ كما تم الاتفاق على ضرورة التواصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والتأكيد على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تنول الاتصال مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة وأكد الجانبان حرصهم أعلى استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع وسعادة الأمن والاستقرار في الإقليم شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة أوضحت مصادر فلسطينية أن غارة استهدفت بلدة النصر شرق مدينة رفاح ومنزلا في مخيم الشابورة وأسطى المدينة ما أسفر عن شهداء ومصابين من جانبه أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة انتشال جثامين تسعة شهداء من مخيم خان يونس جراء قصف إسرائيلية استهدف منزلا بالمخيم اقتحمت شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واستحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين واعتقلت الشرطة عشرات الطلبة المعتصمين داخل حرم الجامعة كما أخرجت الشرطة طلابا من قاعة هاملتون التي سيطر عليها المعتصمون سابقا من جانبها طلبت رئيسة جامعة كولومبيا من شرطة نيويورك البقاء بحرم الجامعة إلى السابع عشر من مايو لضمان عدم نصب مزيد من خيام الاعتصام تبادل حزب الله اللبنانية وقوات الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على طول الحدود وعلن حزب الله أن مقاتليه نصبوا كمينا محكما ضد آلية عسكرية إسرائيلية واستهدفوها بالأسلحة الصاروخية الموجهة مؤكدا تدميرها وإصابة من فيها كما شن الاحتلال الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة الخيام جنوبي لبنان رحلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عمليات من نوعها وذلك في إطار بردمج للترحيل الطوعية لمهاجرين رفض الطلبات لجوء تقدموا بها في الأسبوع الماضي تبنت الحكومة البريطانية قانونا مثيرا للجدل يتيح لها أن ترحل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية ورياضيا فرض ريال مدريد تعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما على مضيفه باين ميونيخ في مباراة جمعتهما في ذهاب الدور النصف النهائي لمسابقة دور أبطال أوروبا وافتتح البريزيلي فينيسيوس جونيور باب التسجيل للنادي الملاكي بحلول الدقيقة الرابعة والعشرين ليرد بهدفين في غضون أربع دقائق مطلع الشوط الثاني وفي الدقيقة الثالثة والثمانين أسجل فينيسيوس هدف التعادل لريال مدريد وفي نفس الدور يستضيف فريق بروسيا دورتموند العلماني ناديراهو برستان جرمن اليوم